أول سؤال بيجي في أذهان بقى كل السيدات بيلجأوا دائماً للفيلر والبوتوكس يعني دايماً أنا بسمع مثلاً من بنات صحابة تقولك لأ ده أنا بعمل البوتوكس من وانا في العشرينات عشان بكون لما أبدأه بدري يبقى أحسن في تقدم السن فيما يخص بقى التجعيد والخطوط وفيه ناس تقولك أوكي هي بتبقى حلوة في الأول بس مع الوقت بتعمل تشوهات في الوجه ومدرسة تالتة تقولك لأ ده أنا بحقينك بالمواد الطبيعية زي الهيليرانيك أسد في الفيلر أو البوتوكس دي بتبقى مواد طبيعية مالهاش أي سايد إفاكتس ما بين بقى الثلاث أراض نعمل إيه أو المفروض الستات تعمل إيه المفروض الستات تلجأ نلجأ للطب أو العلم الجلد ده عضو في جسمنا هو أكبر عضو في الجسم وهو من الأعضاء المهمة جداً للجسم بياخد بيدي التعبير بتاعنا بيدي اللي بينعكس عليه أمراض داخلية يعني أمراض داخلية بتنعكس عليه أهمها الأنيميا أهمها الترابات الغضة الضرقية أهمها مرض السكر أهمها التدخين كل الحاجات دي بتنعكس على حالة الجلد فأهم نقطة أو أهم مرسالة عاوزين ناخدها أنه البوتوكس والفيلر دي من الوسائل الهمة جداً في تجميل البشرة وتحسين صورتها وخلينا بدلاً ما نقول تجميل نقول تزبيت الحاجات اللي بتنشأ في البشرة نتيجة للعوامل النفسية والعوامل الداخلية والعوامل الخارجية لأن التجميل كلمة مطاطة شوية وابتدت تاخد البوتوكس والفيلر عموماً من الطب إلى حاجة خارج الطب بمعنى إيه؟ بمعنى أنا ماينفعشي واحدة تيجي تقولي أنا عايزة أكبر شفيفي أنا عايزة أكبر خدودي دي اللي بينشأ منها الكوارث أنا لسه دكتور مش مصفف شعر كل مهنة لها تخصصها مصفف الشعر ممكن تروح تقول له مثلا عايزة شعر أصفر عايزة أسود عايزة ليس عايزة كيرلي دي من حقها وساعتها برضو الكوافير ممكن تقولها آه أو لا المشكلة عندنا بقى هنا الموضوع البوتوكس والفيلر دي دي موضوع طبي أولاً وأخيراً أول ما تعرفي إن كنتي رايحة لمركز طبي مركز أسف تجميل أو بيوتي سنتر علشان استغلالة لعقدة الخارجة اللي عدي ناس كتير إهرابي إنتي لازم تروح لدكتور يعني عيادة تجميل فيها دكتور دكتور لازم دكتور ودكتور متخصص طبعاً مش مركز تجميل جاي بدكتورات صغيرة لابسها بلتو أبيض على أساس إن هو زي خيال مقاتة إن هي يعني اسمها راحت لقت بلتو أبيض موجود في المكان لا ده هو ده بقى اللي بينتشق عنه كل البلاوي وكل المصايب اللي بنشوفها فبتكون النتيجة إن اللي محتاجة الحاجات دي بتبتدي تخاف تعملها يعني اللي محتاجها فعلاً طبياً بتخاف تعملها والتانيين بيعملوا الموضوع دوة يبوزوا الدنيا فإحنا لازم نتعامل كدكتور بمعنى بتجي لي المريضة تقول لي أنا عايزة أعملك أقول لها لا الموضوع مش قرارك أنت ده قرار طبي زي بالزبط لما واحدة تروح لدكتور أمراض بطنية عندها ضغطها مرتفع ووظيفته يزبط لها ضغطها تمام؟ ماينفعش واحدة تروح تقول لنا عايزة ضغطي أعلى شوية